قبل البداية ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك آخر الأخبار إليكم مشاهدين أهم عنواني أخبار اليوم ليوناي المباصي حارث منتخب الكونغو الديمقراطية نعلم أننا إذا انتصرنا على المغرب سنتأهل للدور الموالية من أجل هزم المنتخب المغربي مودريبو الكونغو الديمقراطية يفرض هذا القرار على لاعبه قبل المباراة أولمبيك مارسيليا يتغنى بالنجم أناحي بعد حصولها على جائزة أفضل لاعب في الكون والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش تدير جيميل الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحد كتوصل بجديد أخبار ليوناي المباصي حارث مرمى منتخب الكونغو الديمقراطية نعلم أننا إذا انتصرنا على المغرب سنتأهل للدور الموالية أعرب ليونين باصي حارث مرمى منتخب الكونغو الديمقراطية عن رغبته في الفوز في المباراة أمام المنتخب المغربي بهدف ضمان التأهل للدور الموالي من كأس أمم إفريقيا الكودفوهر 2023 وقال باصي في تصرح لوسائل الإعلام لم نخسر اللقاء وإنما حصلنا على نقطة ومنزل أمامنا مباراة لخوضهما واردف الحارث علن أن نكون حاسمين في المواجهتين في الدفاع كما في الهجوم نعلم أننا إذا انتصرنا في المباراة المقبلة أمام المغرب سنتأهل للدور الموالي وسيواجه المنتخب الكونغولي نظره المغربي يوم الأحد المقبل في تمام الساعة التي تزوالا بتوقيت المملكة المغربية على أرض إتمال عبلوران بوكو وتتواجد الكونغو الديمقراطية في المركز الثاني من ترتيب المجموعة السادسة مناصفة مع الزنبيا بعد تحصل كل منهم على نقطة لينفرد المغرب بصدارة بعد تفوقه في وقت سابق على طنزانيا بثلاثة السفر هذا ويمني منتخب الفهود النفس بتتوجي بلقبه الثالث في التاريخ بعد أن رفع الكأس القارية في مناسبتين عام 1968 و1974 من أجل الفوز على المغرب مدرب الكونغو الديمقراطية يفرض هذا القرار على لعبه قبل المباراة فرد مدرب منتخب الكونغو الديمقراطية الفرنسي سيباسيان دي سابر برنامجا صارما قبل مواجهة المنتخب المغربية وقرر أن يستيقظ اللاعب في الساعة السابعة صباحا على أن يتناول الجميع وجبة الإفطار في الساعة السابعة والنصف وحدد وقت الغداء في العاشر والنصف على أن يتناول الجميع وجبة العشاء في السابعة والنصف وفرد على اللاعبين التوجه إلى غرف النوم في الحدية عشر ليلة في خطوة من المدرب الفرنسي للتركيز للمباراة المغرب وفي تصريحاتي على المباراة اعترف مدرب الكونغو بصعوبة المواجهة أمام المنتخب المغربي وقال دي السابر في تصريحاتي لقناة الرياضية هي مواجهة غاية في التعقيد لأننا سنواجه منتخبا موندياليا ويضم نجما كبارا ينشطون في أفضل الدورية الأوروبية لكن مع ذلك لن نالج المباراة بمعنويات منكسرة لأننا بصدد تحضير خطة محكمة لمجارة المغاربة وأضف أحمل تقديرا خاصا للمغاربة والكرة المغربية دربت الويداد وأحتفظ بذكرية خاصة لي في هذا البلد ولطالما شعرت أن الموهبة الكروية المغربية جاذيرة بالاحترام لا نملك خيارات بعد التعادل الأول وهذه المباراة لا تحتمل أنصاف الحلول واختتم المباراة ستلعب وقت الظهير وفي حرارة مفرطة ورطبة عالية لذلك بغض النظر عن الفوارق هناك تفاصيل صغيرة بمقدورها صناعة الفارق في المواجهة أولمبيك مارسيليا يتغنى بالنجم أونحي بعد حصولها على جائزة أفضل لاعب في الكان أشهد فريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي لكورس القدم بلاعبه المغربي عزد أونحي بعد تألقه في المباراة التي جمعت المنتخب الوطني بنظره الطنزاني ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات من نهائية كأس أمم إفريقي المقامة في الكوذيفور وقام الفريق الفرنسي بنشر صورة للاعب أونحي عبر حسابه على الموقع الاشتماعي فيسبوك مشيدا بالمستوى الكبير الذي قدمه رفقة الأصود في مواجهة طنزانيا وعلق النادي الفرنسي على الصورة بالقول ولدنا أونحي يسجل تاني الأهداف للمنتخب المغربي ويحصد جائزة رجل المباراة يشار إلى أن المنتخب الوطني فاز على نظره الطنزاني بالتولاتية النظيفة خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء برسم الجولة الأولى من دور المجموعات من مصابقة الكون قرار جديد من وليد راقراقي قبل مواجهة الكونغو الديمقراطية قرر الناخب الوطني وليد راقراقي تغيير توقيت تدريب المنتخب المغربي استعداد لمواجهة الكونغو الديمقراطية يوم الأحد القادم برسم الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس إفريقية للأمم التي تصدفها الكودفور وكشف المصدر المسؤول أن الناخب الوطني وليد راقراقي ارتأت تغيير توقيت تدريب أصد الأطلس لتقام الزوالا حتى يتمكن اللاعبون من الاستئناس بالأجواء التي ستجرى فيها المباراة ضد الكونغو الديمقراطية يوم الأحد القادم بملعب الورنبوكو بمدينة سان بيدرو وبرمجة الكونفيدرالي الأفريقي لكرة القادم مباراة المنتخب الوطني المغربي ضد الكونغو الديمقراطية في الثالث زوالا بتوقيت المغرب إذ من المنتظر أن تجرى في أجواء حارة وانتقد عدد من اللاعبين توقيت المباراة خلال نهائية كأس إفريقي للأمم خصوصا تلك التي تقام في الثالث عصرا بالتوقيت المغربي الثانية بالتوقيت الكودفور بسبب الحرارة المفرطة هذا وصي ولاقي المنتخب المغربي في مباراة المقبلة نظره الكونغولي يوم الأحد المقبل انتلق من الثالث عصرا بتوقيت المغربي الشابي الفرضيات التي توفر عليها المنتخب المغربي تجعله قادرا في كل وقت على تسجيل الأهداف تحدث المدرب التونسي سعد جرد الشابي عن الفرق بين المغرب وباقي المنتخبات المشاركة في كأس أمم إفريقيا مبرزا النخبة الوطنية تضم نوات أساسية مما تجعل الفريق قويا وقال الشابي خلال مقابلة عبر قناة الحوار التونسي الفرق بين المغرب والمنتخبات الأخرى هو أن المنتخب المغربي حفظ من تاريخ الكرة وتبع لقد شهد في 2004 عندما انهزم ضدنا كان لديه فريق يضم 11 لاعبا أساسيا وأكد في 78 عندما ذهبنا للأرجنتين وأردف الأساسيون معرفون والبدلاء كذلك وهذا ما جعل المنتخب المغربي يبرز إضافة إلى أن 80% من التشكيل التي لعبت في كأس العالم موجودة اليوم والاستمراري لأن هناك فرقا بين تدريب منتخب أو فريق الأول يضم 20 لاعبا لكن فيه 8 أو 9 عناصر أساسيا مهما كانت جاهزيتهم ومن اللازم أن تكون هناك نوات وهذا ما تعلمه وليد راقراجي كلاعب عندما لعب ضدنا في كأس إفريقيا وشهد الفرق بين تدريب المنتخبات والأندياء ووصل المنتخب الذي لعب في كأس العالم بقطر من اللازم أن يتواجد 80 بالبيئة من لاعبه في المرحلة القادمة واستطرد المنتخب يبقى مع بعضه لما يقارب 6 أو 7 سنوات وهذا هو الفرق الذي يوجد في الجزائر وكذلك في تونس نحن لدينا كل 3 أشهر أو شهرين لاعب جديد وليست لدينا تشكيلة رسمية ولا نعرف من هو الأساس من الاحتياطية واختتم الشابي الفرديات التي يتوفر عليها المنتخب والمغربي تجعله في كل وقت قادرا على تسجيل الأهداف إليكم مشاهدين أهم عنواني أخبار اليوم ليوني المباصي حارس منتخب الكونغو الديمقراطية نعلم أننا إذا انتصرنا على المغرب سنتأهال للدور الموالية من أجل هزم المنتخب المغربي مودريبو الكونغو الديمقراطية يفرض هذا القرار على لاعبه قبل المباراة أولمبيك مارسيليا يتغنى بالنجم أناحي بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب في الكون والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش الدرجة من الفيديو وتتارك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحد كتوصل بجديد الأخبار